اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هاللعيبة اللي مش هتتأيد درجة اولى مع الفرق بعد ما قانيت القايمة 35 بقى التلاتين انت بتكلم خمسة خمسة من كل نادي خمسة في 18 انت بتكلم في كام انت بتكلم في اكتر من حوالي 500 لاعب ولا بتكلم في عدد كبير جدا من اللعيبة كل ده تبقى ماشا متاحة للعدد الاندية اللي طلع من الدرجة التانية فانت بتكلم في حوالي 90 لاعب 90 لاعب ده غير الاندية اللي ممكن تسيب اللعبة ليها كمان الفترة جاه في العدد في ازدياد لكن فجأة تخلي القايمة 30 لاعب طب ما لقى للسنة جاي عنده دور السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وعنده كاس عالم اندية وعنده الدوري وعنده الكاس ده غير اللي لعبته هتلعب في المنتخب تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم اللي هتبدأ من شهر نوفمبر اللي جاي عنده كاس امم افريقيا وفيه لعابة من الال وزا ما انتوا شايفين فيه 8 او 9 من لعابة الال في منتخب مصر غير اربعة محترفين بيلعبه في منتخبات تونس جنوب افريقيا مالي فعدد كبير جدا ما يقرب من 13 ا 14 لاعب فانت لما تخلي القايمة 30 انت بتزنق الدنيا على ليه انا في دور السوبر الافريقي قايمتها تبقى 23 يا 26 لاعب ليه ما تديش مساحة حرية بقى العدد اكبر من كده عشان اعرف اختار ليه تحدد العدد 30 حتى لتحت السن ما جيتش جنبه قالك لا ما فيش من 2003 ولا الكلام ده هم التلاتين بتوى الدرجة الاولى بس كلام ده على فكرة بيتم كده اتخاذ قرارات فيه دون النظر للاندية اللي بتحقق بطولات لمصر بحس ان القرارات دي يعني الهدف منها خدمة اندية معينة يا اما صعدة من الممتاز بيه يا اما اندية موجودة في الدور الممتاز هتصفي هتبيه هتسيب فمش عايز الخسارة تبقى كتير ده اللي انا شايفه من تصرحات الاستاذ عامر حسين في الموضوع التلاتين اللي عامر فيه تصريح تاني مهم والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه موضوع افشا ايه اللي حصل وايه الموضوع وايه الفيفا تدخل وقال ايه الاتحاد الدولي سبكم من الكلام اللي تقالي الناصل الاتحاد الدولي بعد بناء على الكتب في السوشيال ميديا الكلام ده من الصح على فكرة الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسمية خذوا الكلام ده على مسؤوليتي الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسمية زي ما الاتحاد الدولي اتحرك في موضوع الهلال السوداني بناء على شكوى رسمية من نادي الهلال ووقتها الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الافريقي التحقيق في شكوى الهلال السوداني واتخاذ قرار خلال ثلاث شهور الاتحاد الدولي ولجنة الانضباط ما بتتحركش في الاطار ده اللي ما بيجي لها شك ورسمية والغاية اللحظة دي على متواصل مع أحد الأعضاء في اللجنة القضائية في الفيفا لمعرفة مين لطرف الشاك لأن الكلام اللي تقال أصد فيه حد عمل منشن للفيفا في بعض البوستات والتغريدات على تويتر بمخصوص الاحتفال كلام ده مش حقيق يا جماع فيه شك ورسمية راحت للاتحاد الدولي إيه اللي حصل لجنة الانضباط في الفيفا اللجنة القضائية بعتت الاتحاد القرى بالطلبه بالتحقيق في الشكوى دي واتخاذ قرار خلال تسعين يوم التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار خلال تسعين يوم الفيفا ما طلبش النادي الأهل يرد الفيفا طلب ان اتحاد القرى يعرف ايه تفاصيل الموضوع وحيثياته ويتخذ قرار خلال تسعين يوم وفي نفس الوقت الخطاب ده اللي اتبعت الاتحاد القرى بعد التواصل مع مصادر في اتحاد القرى يعني قالوا لي ان الخطاب ده نسخة منه راحت للنادي الأهل ولكن النادي الاهلي مش مطالب بتحقيق اللي مطالب بالتحقيق واتخاذ قرار هو الاتحاد المصري فالاتحاد المصري هيسمع من الاهلي ويسمع من اللاعب والمفروض يتخذ قرار يعني أنا هنا بحذر اتحاد الكورة لأن المرحل لأستاذ عامر حسين قال كلام خطير جدا على فكرة فكرة أنك تاخد رد الاهلي وتبعاته للفيفا أنت هتعمل مشكلة أكبر من مشكلة موجودة أصلا لا تسقر يعني موضوع أفشي أساسا لو تحقق فيه واتخذ قرار موضوع لا يسقر بس اتحاد الكورة لو خد رد الاهلي وبعته للفيفا هو كده بيقول للفيفا أنا مش أخد قرار خد أنت القرار وهنا هتبقى مشكلة كبيرة اعمل زي ما الاتحاد الافريقي عمل هو ادك مهلة للتحقيق واتخاذ القرار يبقى أنت كاتحاد كورة تاخد رد النادي الاهلي وتاخد رد اللاعب على الموضوع وهو هيشرحه لك والفيتش واضح جدا مالوش علاقة بالعلامة ولا الأمور اللي الناس حاب تدخل فيها النادي الاهلي طرف أو أفشا طرف لأن أفشا أساسا لو سألته مش هيعرف أصلا دي علامة مين وبتكلم عن إيه دي نقطة واضحة للكل والناس كلها عارفها ولكن اتحاد الكورة لو ما خدش قرار في التسعين يوم ساعتها تبقى للوايح الفيفا وتبقى للخطاب المرسل من الفيفا لجنة الانضباط في الفيفا هي اللي هتناشى هذه القضية وساعتها اتحاد الكورة هيكون خلى الفيفا ياخد القضية لأمعاد تانية يعني اتحاد الكورة لو عايز اقفل القضية وشايف ان القضية أصلا لا تستدعي كل هذه التفاصيل يدرس الخطاب اللي جايله من الاتحاد الدولي ويحقق في الموضوع ويتخذ القرار ويبعت القرار بحيثياته للفيفا الفيفا على طولة تاخد القرار وتقفله بس خلاص انت نفست المطلوب منك خلال مولد التسعين يوم لكن تقولي حاج عامر ان مستنين رد الاهل عشان نبعاته للفيفا لا دا انت كده بتصعد الموضوع وتعمل مشكلة اكبر من لا من خير الحقيقة خالص يعني الكيس دي او القضية دي حصلت زيها بالضبط في الهلال السوداني الهلال اشتاكى الاهل في الفيفا والفيفا رجع للاتحاد الافريقي ودى الهمهلة للرد واتخاذ القرار والاجتماع تم في الكاف واتخذ قرارات وتم رفض الشكوى العنصرية وقتها لان كانت شكوى كيدية والكاف بعد دا للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي اغلق الملف الملف تقفل بعد الملف ما تقفل خلاص بقى الهلال عايز اشتكي يروه المحكمة الرياضية عنده قصة تانية لو عايز يكمل فيها فدين خطوات المفروض تحصل من اتحاد القرى ولكن تصريح الحاج عامر يعني لا لازم ياخد باله من التفاصيل دي مش تاخد رد الاهل وتبعاته للفيفا رد الاهل لحضرتك وتعمل تحييق وتتخذ قرار وبعكد تبعاته للفيفا دي نقطة مهمة جدا كان لازم اشرح عشان الناس على السوشيال ميديا مش فهم ابعاد الموضوع ايه الموضوع صغير والموضوع تافه بس بعض المسئولين لو ما خدوش قرار صح او ما تصرفوش طبقة للخطوات اللي الفيفا عايزها هو هيقبر الموضوع ويعامل الموضوع من لا موضوع قديني من بدرة هو قلت لاتحاد القرى عشان ياخد قراراته بسرعة ويقفل الملف ده بدل التصرحات يعني للأسف الهدف منها هيكون استهلاك بس كده على السوشيال ميديا وترند واخبار ومعلومات وهو الموضوع قصة مفوضي تقفل من اسبوعين تلاتة يعني دي جزئية جزئية التالتة قبل ما اروح لاخر اخبار الترند انبارح خبر عد على ناس كتير كابتل محمود عشور كان موجود في قائمة حكام تقنية الفيتج وفي كأس أمم افريقي تحت 23 سنة في المغرب ودي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس منتخبنا الأوليمبي بيشارك فيها كابتل محمود عشور اعتذر لزروف خاصة بس لما جاء الاتحاد الافريقي خد حد من قائمة لجنة الحكام او قائمة الفار في مصر خد مين؟ خد كابتل محمد عادل محدش خد باله ان كابتل محمد عادل مش حكم دولي في الفار في القائمة الدولية للحكام المصرية وخدوا بالكم من الجزئية دي نتجزئية خطيرة جدا انت عندك في القائمة الدولية فيه محمود عشور طارق مجدي محمود أبو الرجال حسام عزب حجاج عمر الشناوي وائل فرحان وكان محمود دوسوي كمان موجود في القائمة ولا اسم من دول رايح خدوا محمد عادل بس ليه؟ لان انت عندك خطأ مهم جدا بيحصل في الدولة المصر وقلتوا قبل كده لما بتيجي الحكام الدولية بتحكم مباراة في الدولة وبتعمل أخطاء في تقنية الفار الاتحاد الافريقي بيرجحها وبياخد بالو منها وبيستبعد الحكام دي يعني جيت في مرة قلت معسكر حكام النخبة لما استعرضوا بعض حالات الفار السلبية عشان يدوا محاضرات تسقفية للحكام جابوا الحالات السلبية اللي موجودة في الدولة المصري أو الأخطاء اللي موجودة في تقنية الفار في الدولة المصري كانت من ضمن الأخطاء دي مثلا مباراة لككبتون طارق مجدي وطارق مجدي حاكم تقنية فيديو دولي في قايمة الحكام المصريين من ساعتها كابتون طارق مجدي ما بيروحش كابتون أحمد الغندور كان من حكام النخبة وكان موجود دايما في كل مناسبات الاتحاد الافريقي ليه استبعد من بطول التحت 23 سنة واتخذ كابتون محمد عادل بدلا منه لأن الكابتون أحمد الغندور ودي معلومة الناس أول مرة تسمحها ارتكب خطأ في تطبيق القانون في تقنية الفيرجيو في مباراة سيراميكا واسموحها ألغى هدف سليم لسيراميكا كان هدف أحراز أحمد ياسر ريان والحالة دي كانت موجودة في الاتحاد الافريقي ومن ساعتها يعني استبعد كابتون أحمد الغندور من تقنية الفيرجيو في المناسبات الافريقية في الفترة الأخيرة تيجي تبص على بقى القايمة لا وقل فرحان بيتم استدعائه ولا حسام عزب حجاج بيتم استدعائه وحتى عمر الشناء لما تم استدعائه في إحدى مباراة كاس الكنفيدرالية ضموه للمباراة واستبعدوه في اللحظات الأخيرة وحطوا مكانه كابتن محمد عادل لأنه لقوا أنه عمر الشناء وما بيدرش مباراة في الدورة المصر وبالتالي ما عندوش هستوري وما عندوش تاريخ في إدارة مباراة الدورة النقطة دي خطيرة لأنه بوجه بها رسالة للاتحاد الكرة ولجنة الحكام القايمة الدولية لحكام تقنية الفيديو السنة الجاية لازم يحصل عليها تعديل لأنه بعد كده لو محمود عشور اعتزل ومحمد عادل اعتزل بعد عشرين أربعة وعشرين لن يتم الاستعانة بأي حاكم تقنية فيديو من مصر أنا بقولي الكلام ده على مسؤوليتي له هنشوف الشناوي ولا حسام ولا واي الفرحان ولا طريق مجدي ولا أحمد الغندور كابتن محمد عادل عشان كان موجود حاكم نهائي كأس الكونفيدرالية مع محمد عشور وخدوه مكان عمر الشناوي في مطش الكونفيدرالي كان بتلاقي ما بين الجيش الملكي وأحد الفرق يعني مستمتذكرها اسمها دلوقتي في المباراة السيمي فاينال في كأس الكونفيدرالية فعشان كده كابتن محمد عادل رحمة كان محمود عشور في بطولة الاندر 23 بطولة 23 سنة اللي هتتنظم في المغرب يوم 24 و 26 حاجة الأخيرة لما تحضر للقائمة الدولية السنة الجاية الحكم الدولي اللي هيكون حكم ساحة لازم يكون حكم تقنية فيديو دولي لأن بعد كده الفيفا أو الكاف لما يستعين بحكم تقنية فيديو لازم يكون معتمة دولي كساحة ومعتمة دولي كتقنية فيديو بصوا على قائمة حكام الفيديو وفي بطولة قوم إفريقيا اللي جاية في المغرب 23 سنة هتلاقوا فيها هيسام كراط هتلاقوا فيها مصطفى غربال هتلاقوا فيها دحان بيدا البريتاني التلاتة في قوائم بلدهم موجودين تقنية فيديو وحكام ساحة فالخطأ ده لازم يتم تعديده والأخطاء اللي بتحصل في الدولي من الحكام الدوليين في تقنية الفيديو بيتموا مرأبتها وعلى أساسها بيتم استبعاد حكام مهمين في الفترة الأخيرة عشان جدا مش هتلاقي في الفرف الفترة اللي جاية غير عشور وعادل بقى الأسماء اللي فيها القائمة الدولية مش هتلاقي من أحد كل الأسامي دي محطوطة على الورق بس ولكن لا يتم الاستعانة بها طيب آخر أخبار الترند نطلع نتابع لأنه عندنا كلام مهم جدا عن ترند الأهلي ترجمة نانسي قنقر